موسيقى غسل يديك هو أفضل وسيلة لمنع انتشار الجراثيم والأمراض الـ ID الغير نظيفة يمكن أن تحمل الجراثيم التي قد تسبب المرض للشخص أو تنتقل للآخرين يمكن للكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، الفيروسات والطفيليات والفطريات والمواد الكيميائية أن تدخل أجسامنا مباشرة عندما نلمس الوجه والعيون والأنف أو الفم أو ممكن تدخل بطريقة غير مباشرة عندما تتسخ أيدينا من خلال لمس بعض الأشياء التي لمست من قبل الآخرين أو في أماكن إعداد الطعام لغسل اليدين بطريقة جيدة، أولاً افرك يديك بالصابون مع بعضهما البعض بماء نظيف وآمن تأكد أن تدخل الصابون بين الأصابع وعلى الكف وفي الخلف وداخل الأظافر إذا ممكن، استخدم فرشة صغيرة لفرق تحت الأظافر افرك تماماً من 20 إلى 40 ثانية قبل الغسل إذا كنت في حمام عام، نشف يديك بمنشفة ورقية أو بجهاز الهواء المجفف يمكن أن تستخدم المنشفة الورقية لقفل الحنفية ولفتح الباب للخروج من الحمام حاول أن تترك مناشف نظيفة وجافة في البيت واستبدالهم بشكل منتظم يجب أن تغسل اليدين بانتظام خصوصاً بعد لمس اللحوم النيئة عندما تكون هناك إصابة أو جرح مفتوح عندما يكون واضحاً أن اليدين غير نظيفة بعد استخدام وسائل النقل العام بعد إزالة النفايات قبل وبعد الأكل بعد تغيير الحفاظات أو تنظيف الطفل بعد أن يستخدم هو أو هي الحمام بعد استخدام الحمام بعد لمس الحيوانات أو التعامل معها بعد السعال أو العطس عندما تصل إلى البيت بعد رعاية شخص مريض إذا لم يكن سهل الوصول إلى الحمام أو الحوض في البيت يمكن أن تغسل يديك بالصابون العادي بوعاء من الماء النظيف الآمن عادة غسل اليدين بالصابون والماء تعتبر أول خط دفاع ضد انتشار العديد من الأمراض من نزلات البرد المعتادة أو الإسهال إلى الأمراض أكثر خطورة مثل التهاب السحائي أو الانفلونزا أو التهاب الكبد الوبائي دعونا جميعا نغسل يدينا لنحافظ على سحتنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر